ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بأنه أقوى قيد وخطيئة سحقت تحت الصليب والرب فتح القبر وقام المرات وانغلط بأنه إجي الملاك وشال الحجر وطلع يسوع ماكوش حاجة المرات شوفون صور هذه صور خاطئة لكن دحرج الحجر لكي يعلن بأنه في داخل القبر لا يوجد رب المجد يسوع المسيح ولهذا السبب اليوم احنا جايين قاعدين بهذا المكان نحتفل ونتذكر ونكون الخدمة خدمة احتفال بعيد القيامة وكل احد نحتفل بهذا العيد طبعا الكنائس الاخرى ايضا يحتفلون هو القداس عبارة عن ايش موت وقيامة الرب يسوع المسيح وهذا الشيء كثير من الناس ما تفهمه لكن بالفعل الهنا حي والهنا حاضر في كل وقت وفي كل اوان وفي كل زمان قرأنا قراءات متسلسلة جوز عبرنا عليها لكن راح اوصلكم فاتفكرة اليوم مهمة جدا بهذا الوقت الرب يطنعما باسم يسوع ويستخدمكم حتى تكونون انتوا سبب بركة لكثيرين تعرفون البصمة اللي الرب تكلم عليها بصمة الآب وين كانت بصمة الآب؟ بصمة الآب كانت عند القبر من شقة حجاب الهيكل ومن فتحة قبور الميتين كانت هناك بصمة الرب يسوع المسيح من قاموا من بين الاموات وعلنا بانه يسوع قام منتصرا ساحقا الموت وغالبا بالقيامة بالروح القدس الساكن بلهوتة الموجود معنا ولهذا السبب الرب يطينا نعمة ويبارك ايامنا بكل خير وبكل بركة روحية سيكون القصة الى ان يصير الكمبيوتر اكو اكو شخصية كتبتها هسا ما اعرف اذا تعرفوها اللي يعرفها ما يعرف عرفها السماء شوية صعب تشرشر تشرشر منو سامع بي مو سامعين بي بو اسمه اسمه هو بالحقيقة جونسن تشرشر غيرو هذا عند قصة واقعية شنو قصة الواقعية قصة واقعية في اليوم نليام كان عنده خطاب رسمي وساعد بتاكسي ويريد يروح يلقي الخطاب وبالطريق وصل الى الاذاعة ودريد ينزل يقرأ الخطاب فقال لصاحب التاكسي قال له ممكن تنتظرني الى خمسة وارمعين دقيقة واجيك قال لا 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 انا ما ممكن انتظرك قال ليش قال عندي لقاء راح اروح اسمع الى خطاب تشرشر تسمع؟ شيرشر قال لي بقلبكم صار بي فرح قال سايق تاكسي اقول له انتظر وهو يقول لي خليني اروح اسمع خطابي وانا يعني اجقد فرحت لهذا الشخص فمكان الكروة خمس دولارات طلع على مئة دولار قال لازم هاي مية الىك هذا شاف المية قال اسمع لا شرشير ولا بو شرشير انا راح انتظرك الى انتخلص مراته هواية مراته هواية نحتفل مثل هذا شرشير نجي للكنيسة وفرحانين بانه نحتفل بعيد القيامة بس مع كل الاسف اي خمس دولارات خارج هذا المكان ترجعنا الى الحياة القديمة مو قضي فلوس قضي بانه هموم هذا العالم بليسي جي يسلب من عندك ايش قوة القيامة ولهذا السبب لاهوتا ورجاء وتأكيد قيامة الرب يسوع المسيح النا بهذا المساء هو وجودنا بهذا المكان اللي الرب راح يعلن امور جديدة بقيامته من بين الاموات شوفوا تأكيد القيامة مهم جدا راح نحنشي على السريع القراءة الاولى كانت تؤكد لاهوت المسيح في روميا لاهوتا والقراءة الثانية اللي قراها اخونا قيصر كانت تتأكد اساس رجانة اساس رجانة يا حباء لازم تفهمون هذا الشيء وتفهمون الناس الناس فقد الرجاء ما هذا الرجاء اساس رجانة هو قيامة الرب يسوع المسيح ونص كورنثوس 15 مراته احنا عباننا انه يحكي على قيامة الرب يسوع المسيح هو بولوس ما دي يحكي على قيامة الرب يسوع المسيح بولوس دي يثبت وده يشيل بدعة بانه ماكو قيامة ولهذا السبب جاب موضوع قيامة الرب يسوع المسيح ليثبت بانه اكو قيامة من بين الأموات بعد الممات والقراء أخويا سمير قراءة أمر مهم جدا احتمال أنتو سمعتوه احتمال ما سمعتوه بس أقول لك شي واحد بقيامة رب يسوع المسيح انفتحت القبور ونتمنى اليوم كثيرين يفتحون القبر ويخرجون من هذا المكان واللي يسمعوني واللي أنتو تعرفوهم قلوهم إذا أنت ما رح تطلع من القبر رح تبقى بالقبر والقبر مو فقط أنه أنت من تموت ويدفنوك لا كثيرين يقول للرب يسوع المسيح دع الموتى يدفنون أمواتهم الموتى الميت روحيا هو في القبر لكن اللي يحيى روحيا اللي يخرج خارج القبر ولهذا السبب رح أمشي سريع حتى تعرفون لهوت الرب يسوع المسيح روميا واحد أربعة خليها بقلبك أحفظها روميا واحد أربعة من النصوص الرائعة جداً القوية جداً اللي تتكلم بأمر مهم جداً رح أجيكم عليها وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا وهذا الشيء رح نشوف خمس أمور بهذا الأعداد خمس أمور السريع وشوفوها أول أمر أعظم تعيين عين ابن الله لهوتى أعظم تعيين أنت ابني أنا اليوم ولدتك أعظم تعيين عين شخص الرب يسوع المسيح من قال أنه أنت ابن الله وكثيرين من المسيحيين مع كل الأسف ما يعرفون يفرقون وما يعرفون يفسرون بين بين المسيح هو الله وهو ابن الله في ذات الوقت ما يعرفون يفقدون هذا الحس ويفقدون هذا الإيمان لهوت المسيح وابن الله لأنه هم واحد ابن الله يعني حامل صفات الله حامل جوهر الله ولهذا يدعى ابن الله وأعظم قوة أعظم قوة شنو أعظم قوة أعظم قوة بالأرض من هي بالأرض إنسانيا أمريكا أعظم قوة أعظم قوة موجودة أعظم جيش موجود يحارب على الأرض هو أمريكا صح لا مصح بها مميز أمريكا ما بها مجال يعني هذه خافح شي بالتسمة وقوله الروسية سلاح الروسي الصواريخ والسلاح الأمريكي الطيران بس الاقتصاد والطيران تمتلك أمريكا ولهذا السبب تقدر وتصنف أعظم دولة تعرف اللي قاعدين هنا اللي عدهم روح القدس عدهم أعظم قوة موجودة في الكون مو على الكرة الأرضية نحن نحكي على الكرة الأرضية ونرى أن أمريكا هي قوة لكن أقولكم شي واحد أعظم قوة هي قوة الروح القدس الساكن بك مدام موجودة أعظم قوة بك فتستطيع أن تصنع كل الأمور أعظم روح روح القداسة المطلقة اللي ربطانيها كونوا قديسين شوفوا أقولكم أي شخص مو قديس ما رح يقدر يوقف أمام القدوس صعبة له سهلة أي شخص مو قديس ما رح يقدر يوقف أمام القدوس القديس هو الفقط اللي رح يستطيع أن يقف أمام القدوس والقديس هو شخص مغسل بالدم الغالي ومعطى القداسة بيش بالنعمة كلنا احنا اللي يقبل يسوع من كل قلبه يختبر عمل القداسة اللي رب يطينها بهذا الوقت أعظم انتصار بالكون هو انتصار الرب يسوع المسيح إيش من سحق إبليس تحت الصليب تحت الصليب أكو ترنيه ما تقولك تحت الصليب بركة عنك غلط جوا لازم نقول عند الصليب بركة عندك مو تحت الصليب لكن الفكرة الأخيرة أعظم لقب لقب بي هو إيش يسوع المسيح ربنا أعظم لقب أعظم لقب فإذا هالخماسية لا تنساها خماسية رائعة في حياتنا الروحية الشيء اللي أخي اللي تكلم به قيصر وهذا الشيء سبب رجانة شنوه سبب رجانة كم واحد مراحل مقبرات مرايح لا كم واحد مراحل مقبرات مزاري مراحل مقبرات أخواني ناشط بروطة ليزيل المقبر الأغلبية الأغلبية راحين المقابر وأغلبية عدهم أحباء انتقلوا لكن كلنا احنا كنا من هذا الناس يقول لك رقدة على رجاء القيامة رقدة على رجاء القيامة ما نعرف شنو رقدة على رجاء القيامة شنو رقدة وشنو على رجاء القيامة كلها كان يكدوها كان يجولي الكنيسة يقولوا لي طلع لنا آيات ما الواحد ميت رقدة على رجاء القيامة يسوح والقيامة كانت تكتب بدون أن نفهم وبدون فهم وبدون أن يكون عندنا رجاء ولهذا السبب أغلبية الناس من كان يموت إلى واحد كانت المقبرة تصيريش ثورة ثورة بالبجي وبالصياح تنقوله بالدينة ليش لأنه رجاء غير موجود لكن لو كان يوجد رجاء كان الرقدة يعني نام على رجاء القيامة يعني راح ألتقي معه في وقت وسنين حياتنا تمر كأشبار يقول لك أربع أشبار شبر شبرين تلاثة أربعة الشبر الأول عمار النسوان عشرين سنة ما تعبر الشبر الثاني أربعين الشبر الثالث ستين الشبر الثالث الرابع أثمانين فأنت أي شبر بيهم سيقول لك كلنا احنا بشبر الأول لا لا تعبد شوف لك أنت أي شبر شبر الأول الثاني الثالث الرابع سنين حياتنا أشبار هاي بالكتاب المقدس بخار كتاب مقدس كزهرة كتاب مقدس فإذا عمرك أسألت قاعد راح تتذكر من شدت بالشبر الأول بالعشرينات ومن صرد بالشبر الثاني بالأربعينات ومن صرد بالشبر الثالث أعبرت الأربعين يعني أنتصب بالشبر الثالث ومن شرد بالشبر الرابع سورة الراقدين أول أول شيء بالكون يعطيك رجاء هو قيامة الرب يسوع المسيح لا دين ولا شخص ولا أي أي أمر على وجه الأرض يضطي رجاء فقط شخص المسيح وحده يضطي رجاء بالقيامة ويضطينا رجاء بعد القيامة بأي أجساد نقوم وأينا نكون بعد قيامة الرب ولهذا السبب حياتك لازم تكون المن للشخص اللي أعطاك حياة أبدية اللي هناك ما راح تقدر تحسب أجبار يا شبر يا شبر خلصت راح يصير أميال مكان أجبار يصير مدى أميال إيش حياة أبدية اللي إحنا راح نأخذها شيء الثالث قبور انفتحت روح افتح إيش القبور انفتحت بعو قبور انفتحت وقام كثير من الساد منهم ما منهم اللي قاموا هاي اللي راح تصير هاي الصورة مزغرة صورة مزغرة اللي راح يصير بالصورة الكبيرة يعني ربطانا صورة شنية الصورة اين شوف الصورة صورة راح تصير بالقيامة راح تصير بالأيام اللي ييجي بيها الرب شلون ما هو قام وبعد القيامة قاموا بعد القيامة مو من مات قاموا لا بعد ما ما قام من بين الأموات قاموا أجساد القديسين وهذا اللي راح يصير بالبوق الأول من راح ييجي الرب على السحب على السحب أول ناس تطلع هما الساد القديسين المؤمنين تقوم أولا وبعدين رمبر ثان إذا احنا عايشين بالشبر الثالث بالرابع لو رايحين بالشبر الخامس هناك اش راح يكون راح يكون احنا في لحظة في طرفة عين القديسين مو كل الكنيسة القديسين يعني الشخص المؤمن برجاء وقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات وأخذ يسوع رب ومخلص لحياته هذا قديس هذا راح يكون ويا من ويا الناس اللي راح تقوم ويسعد مع المسيح وهناك نلتقي مع ايش يعني راح اطير شئت ام ابيت راح نطير اللي اريد منكم باليوم سمعوني هذا شي مهم وخرج من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين يا حباء كنيسة المسيح احنا مع كل الاسف نلبس ثوب القيامة بس ما نخرج بثوب القيامة الى المدينة المقدسة مدينة المقدسة عملك بيتك حياتك مع الاخرين مع كل الناس تشوفهم مدينتك المقدسة لازم تخرج بثوب القيامة وتخبر بأنه بأنه لهم رجاء ولهم خلاص ولهم قيامة من بين الأموات ولهم غفران كامل بيش بي اعلانهم بينهم في المسيح يسوع ولهذا السبب لازم لازم وحازم وملزم ان ايش نخبر الاخرين بدون خجل بأنه المسيح قام من بين الأموات واي واحد بعد يعيش مو حياة القيامة لازم يراجع نفسه ويقول بالفعل الرب يسوع كل لحظة من حياتي هو قام من بين الأموات وعطاني حياة كل لحظة هي عيد لي مو بس فاد لا حد ولا حد بعد مو مشكلة ذكرى المشكلة بحياتنا الروحية مصيبتنا بالحياة الروحية هل نمتلك احنا روح ومحبة القيامة اللي احنا نعيشها لو لا ولهذا السبب لازم ايش نلبس وننهض ونقوم ونخبر الاخرين بايش بقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات لكي يطينا نعمة ويبارك أيامنا التي هي بركة بحياتنا قيامة المسيح هي اعلان قبول الآب شوفوا الرب يسوع المسيح من قام سعت قدم تذكرون من قالها لا تلمسيني لني لم أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم قيامة المسيح هي اعلان قبول الآب لكفارة المسيح وإن لم تقبل كفارته فخطايانا تبقى بلا غفران ولكن بقيامته أعطانا حياة جديدة وبهذه الحياة ننتصر على الخطيئة ونلبس بره على الخطيئة والخطايا الخطايا اللي نخطيها باليوم بالدم المسفوك على الصليب وعلى الخطيئة بالجسد الذي علق على الصليب تعلق خطيئة الأصلية ونكون أحنا حرار إن علقت خطيئتنا الأصلية وإن غسلنا بدمه الغالي يوميا الرب يغسلنا لنا شفيع عند الآب من هو وحدة وحدة يشفع لنا ليل مع النهار آمين